اتلاقا من الحديث اللي كنا بنتكلم فيه لسه حالا قبل ما نبدأ الفقرة وقلتلي الرئيس عمل اللي عليه اللي فاضل حكومات تتكلم مع بعضها ورجال أعمال ومستثمرين يتكلموا مع بعضهم بس قلتلي حاجة لطيفة أوي راح نعاوزين التوسع الأفقي بلاش الرأسي فهمني دي أكتر سيد يوسف أولا خلينا أقولك وأنا كمصري أنا فخور أن ما يحدث الآن لمصر في التوجه الأفريقي هو توجه حقيقي على الأرض رئيس عبدالفتاح السيسي يجسد إعلاقات جيدة جدا على كل الخيوط ويرسب خيوط جيدة في القرى الأفريقية النهاردة فيه زيارة لأنجولا وزيارة لبوزنبيق وزيارة لزامبيا وده في الجنوب الأفريقي خلينا عشة حيثار بين الأفريقيا الصب صحاري أفريقيا الجنوب الصحراء وأفريقيا العرب شباب الأفريقيا واللي هو بيقطع شوط طويل جدا علشان يثبت ويؤكد في العلاقات الدولوماسية والاقتصادية والمرفق الصده مهم جدا إن إحنا جاهزين لأفريقيا جرب الصحراء إحنا بنصدر لأفريقيا بما يعادل 5 مليار دولار أفريقيا بتستورد من جميع نحاء العالم بـ 650 مليار دولار عام 22 يعني ما جبناش واحد في الماء لما شفنا الخمسة مليار لإينا الدول الجوار والشمال الأفريقي يعني ليبيا والسودان مرحناش الصب صحاري مرحناش يعني النهاردة مثلا زامبيا وأنجولا وموزنبيق عاملين معهم ما يقرب من ربع مليار دولار 250 مليون وده رقم بالنسبة لحجم استيراد هذه الدول يعتبر زهير جدا وحجم الأقلاقات اللي إحنا بجريها زهير جدا محتاج المضاعف وحجم الأقلاقات اللي إحنا بجريها زهير جدا